استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة محمد إدريس ديبي أتنو الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد وبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها والارتقاء بها لمصلحة شعبيهما إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بفخامة محمد إدريس ديبي في دولة الإمارات متمنيا لبلده وشعبه الصديق السلام والاستقرار واستعرض سموه وفخامة محمد إدريس ديبي عددا من القضايا وتطورات محل الاهتمام المشترك وتبدل وجهات النظر بشانها مشددين في هذا السياق على ضرورة الاحتكام إلى الحوار والتفاهم لتسوية الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم اشتركوا في القناة